اهلا بكم في النشط الاقتصادية نظمت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شركة برايس وواترهاوس ندوة حول ضريبة القيمة المضافة التي ستم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع يناير لعام 2018 وقد ناقش المشاركون في الندوة الخصائص الرئيسية لضريبة القيمة المضافة وأحدث تطورات تطبيق ضريبة في دول مجلس التعاون والالتزامات المفروضة والمستندات المطلوبة إضافة إلى الاعتبارات التي يجب مراعاتها لتنفيذ الضريبة والخطوات المتخذة لتطبيق القيمة المضافة وقد أكد المشاركون على أن الضريبة تترجم الحاجة الملحة لحكومة دول مجلس التعاون إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل هذه الضريبة هي في الأساس تستهدف استحصالها من قبل المستهلك الأخير للمنفعة أو البضاعة وهو الزبون ولكن يتم تحصيلها من قبل التاجر أو البائع الذي يتعهد للجهات المختصة بتحصيل الضرائف بتوريد هذه الضريبة إلى خزانة الدولة الأمر الآخر الذي يهمني أنا كرجل أعمال أن يتم ضمان وجود نظام محاسبي محكم متبع من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي في الغالب تكون حساباتها ليست دقيقة أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره نقطتان وعشرون من مئة عن معدل الأقفل السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلقت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا ومائة وأربعة وخمسين ألفا ومائة وستة وثلاثين سهما بقيمة إشمالية قدرها ثلاثمائة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال أربع وثلاثين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلقت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته واحد واربعون بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر